بالنسبة للاحتفال بالمولد هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أصحابه من بعده؟ هل حفّ عليه؟ هل قال احتفلوا بمولدي؟ هل قال من احتفل بمولدي فله الجنة؟ كل ذلك لم يحصل هل نحن أعبد لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا هو قال أنا أخشاكم لله وكذلك قال لنا من أحدث في أمرنا ما ليس منوفا ورد إيش يعني أحدث في أمرنا؟ يعني أحدث في الدين يعني اخترع عبادة والآن نحن لما نسأل الذين احتفلون بالموارد هل تعملون الآن هذه عبادة تتقربون بها إلى الله؟ تريدون الأجر؟ سيقولون نعم نعم نفعل ذلك نقول أليس من شرط العبادة أن يقوم عليها دليل؟ يعني ما نخترع عبادات من عندنا؟ فلماذا تخترعون عبادات من عندكم؟ أليس الذي يخترع عبادة مهدد من أحدث في أمرنا؟ هذا ما ليس منه فهو رد أليس أليس في هذا اختراع للعبادة بدون دليل؟ أليس يكون رد على صاحبه؟ رد على صاحبه؟ و يعني رد أنه باطل وأنه يأثم على فعله فبدلا من أن يؤجر يأثم لأنه اخترع عبادة أضاف عبادة في الدين ليست موجودة فيه ولا دليل عليها من الكتاب والسنة بعدين نحن ليش نخترع؟ خلص ألا يكفينا العبادات المشروعة؟ ثم لو جينا وناقشناهم وقلنا لهم يا جماعة أيهما أعظم أثرا في التاريخ؟ ولادة أم بعثته؟ سؤال أيها غير مجرى التاريخ؟ أيها أحدث الأثر الأكبر؟ ميلاده أم بعثته؟ طيب ميلاده أم هجرته؟ طيب ميلاده أم فتح مكة؟ يعني حتى من جهة العقلية ليس الاحتفال بمولده بأولى من هجرته أو بعثته والعجيب أنهم ما يحتفلون ببعثته طيب الآن البعثة بدء الوحي نزول الدين طبعا نحن ما نجيس لهم لا الاحتفال بالبعثة ولا بغيره لكن نقول من باب النقاش أليست البعثة أعظم من المولد؟ المولد جاء طفلا إلى الدنيا وما هو نبي ولا أوحي إليه لكن البعثة صار نبيا وأوحي إليه والهجرة حدث تاريخي يعني فواعجبا ثم نقول أيضا لم يثبت المولد في 12 ربيع الأول فيها روايات ولكن عند جمهور المؤرخين كما قال ابن حاجر والذهب من كثير وغيرهم أن الوفاء في هذا اليوم فماذا تحتفلون فيما تأكده أو فيما ثبت أنه يوم وفاته ولم يثبت أنه يوم مولده على انتحال الرد الأصل ما هو؟ ما هو؟ الرد الأصل ما هو؟ عليها دليل؟ هي هذه عبادة صح؟ عبادة تريدون التقرب بها إلى الله تريدون أجر بالاحتفال بالمولد يعني عبادة تتعبدون فهل في دليل عليها؟ فعلها؟ أصحابه فعلوها بعد وفاته؟ كيف تخترعوا شيء في الدين ما فعله؟ فالتوبة التوبة ثم عندكم التعبد بقراءة وتعلم سنته وسيرته طول السنة طول السنة عندكم كل يوم لو أردت افتح وإقرأ وحتى اجمع ناس وإقرأ معهم السيرة والسنة كل يوم أو نحطهم حلويات وحفلات وضرب دف وشوية أنشيد وأغاني وتمايل هذا الدين؟ هذا الدين؟ لا والله